يستمر تذبذب سعر صرف الدولار أمام مدينة العراقية وتأثيراته على مجمل القطاعات العامة في العراق ولمعرفة تفاصيل الأزمة التي يشهدها القطاع المسرفي وأسبابها والمتواصلة منذ شهرين كادر بيترو دولار أعد لكم هذا التقرير ونشاهدهم عنه نحو الشهرين تقلبات مقابل الدولار يعزوه خبراء الاقتصاد إلى بدء العراق لامتثال لإجراءات دولية على التحويلات المالية بالعملة الصعبة فيما تحمل أطراف في البلاد واشنطن مسؤولية هذا التراجع وفيما سعر الصرف الرسمي المثبت هو 1470 دينارا مقابل الدولار الواحد تراجع سعر دينار في السوق منذ منتصف تشرين الثاني إلى 1600 دينار مطلع الأسبوع قبل أن يستقر عند نحو 1570 أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها البنك المركزي العراقي من جانبه كشف في بيان عن عودة سعر الصرف إلى ما كان عليه خلال أسبوعين واصفا اضطراب أسعار الدولار بأنه حالة مؤقتة فيما أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح أن القيود الخارجية هي السبب الجوهري والأساسي لهذا التراجع مشيرا إلى أن بعض السياسيين العراقيين يعتبرون أن الولايات المتحدة تقف خلف هذا التقلب وفي الواقع يرتبط تقلب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي سويفت الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف تشرين الثاني للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة وليتمكن العراق من الوصول إلى احتياطاته النقدية البالغة 100 مليار دولار يتوجب عليه التماشي مع نظم تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال العالمية ومكافحة تمويل الإرهاب والمرتبطة بالعقوبات كتلك المطبقة على إيران وروسيا ويضيف أن الأمر يتعلق بدخول العراق ضمن نظام تحويلات مالي عالمي يتطلب درجة عالية من الشفافية لكن ذلك سبب صدمة للعديد من المصارف العراقية لأنها غير معتادة على هذا النظام وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد رفض منذ بدء تنفيذ القيود 80% من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها